موسيقى رجعنا لكم مشاهدي الكرام بعد هذا الفاصل تسعى دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة إلى تعزيز مكانة كبار السن لكي يحظون بمكانة اجتماعية رفيع ولقد ساهم نادي الأصالة في الشارقة بذلك والحديث أكثر عن هذا النادي نرحب بضيفتنا في الستوديو سمي يسيف الشامسي رئيس قسم نادي الأصالة السادة سمي يصبح شاء الله بالخير رحب فيك في برنامج الصباح الشرقية طبعا في بداية أن أتكلم عن نادي الأصالة وما الأهداف التي ركز عليها هذا النادي هذا هو شيء صباح الخير جميعا نادي الأصالة هو جزء من دائرة الخدمات الاجتماعية والهدف الرئيسي لنادي الأصالة هو استثمار كبير السن يعني كبير السن في بيته يالس طبعا نحن فيه خدمات وايدة نقدمها القسم إلى الخدمة الرئيسية اللي هي العلاج الطبيعي نعم والبرامج فنحن نستثمر وقت كبير السن هذا اللي يالس في بيته ندخل برامج وعدنا باقة برامج متنوعة نعم وفي خدمة بعد نقدمها حق كبير السن اللي هو طريح الفراش أو اللي ما يقدر يتحرك في عندنا العيادة المتنقلة للعلاج الطبيعي فهي ثلاث خدمات نقدمها نحن لكبير السن و الهدف منها هذا كبير السن لا يهمش بل استثمر جميل لو نتكلم عن الفعاليات أو البرامج مثل ما ذكرت لي قدمها النادي أو حتى دائرة الخدمات الاجتماعية بشكل عام لكبار السن مثل ما قلت لك أنا نحن عندنا باقة متنوعة برطصة مدروسة لكبير السن نعم مضمنها برامج ترفيهية برامج دينية ثقافية اجتماعية كبير السن نحن نستقبل حالات كبار السن هدفنا الأول نقولها كبير السن أنت ليس جزء مهمش بالعكس أنت جزء فعال جزء أساسي أساسي وفعال في المجتمع نعم ففي عندنا اللي هي البرامج التلموية طبعا أنت تعرف مرحلة العمر يتأثر الموخ بالزهايمر و الاخرة نعم نشتغل على هذه الأشياء نجعلهم نقوم برامج مثل الورش نشغل مهارات عندهم نأخذ خبراتهم طبعا كبير السن هذا كنز و خبرة نعم لابد أن نستثمر نستثمر هذه المهارات التي لديها نرى ماذا كانوا يفعلون قبل لأننا نقدمها لهم سواء إذا كان في ثقافات مختلفة و نقدم كبير السن للمجتمع يعني تعالوا بذلك نحن نيب و خبراء في الورش و نجعلهم هم نشغلهم نقول أنت كبير السن عضو فعال يلا دورك الآن تقدم ورشة لأطفال تقدم ورشة لشباب فنعلمهم و نخليهم بعد يعلمون المجتمع نعم يمكن قبل الفاصل كنا نسأل أفويات الأستاذة سمية مخصوص حتى المشاركات الرياضية يعني في اليوم الرياضي الوطني تم شراكة أو اشتراك بعض من منتسبة دائرة الخدمات الاجتماعية في هذا اليوم صحيح؟ نعم 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 طبعا نحن مثل ما قلت لك نحن ما نفصل الكبار السن عن المجتمع طبعا أي مبادرة مجتمعية متشاركوهم في كل المجالات كل المجالات ما نقول لا يعني مثلا نحن عندنا أشياء فكر أنا أقول لهم يلا قلنا نسير المسرح و ما يشي ودينا المسرح أنا نجرب بنسير المسرح أنا عرقت عليهم نسير سيلم يقول لا سيلم لا فأقولهم ترى أنتوا لا تقولوا نحن كبار سن في البداية ما يكون فيه تقبل ممكن؟ طبعا فكر ثقافة جيل فأنت تغير فكر جيل صعب ببالك وقت طويل تغير طبعا أنا عندي المنتسبين الذين عندي تقريبا كلهم عندهم ملابس رياضية جميل و شعارا لا يقف العمر عائقا نعم نستطيع جميل شاركوا في بطولة نادي سيدات الشارقة نعم و كانوا يائين حضور أساس الشجعو فريق دائرة الخدمات اجتماعية لكن نزلوا في يوم كان الحلقة الفتاحية البطولة كان فيه درس زومبا فنزلناهم يقول الله المنون الذين يروم لا يروم قالوا ما عليهم يسوي أي حركة ترمون فهذا يشاركون زومبا عندهم برامج رياضية يسرون سباحة في اليوم الوطني الرياضي نعم شاركنا نحن مع مع المؤسسات هناك شو كان دورنا نحن أول ما صرنا كانت يأتينا دعوة من تلمية المجتمع نعم فعصاص أن نحن نكون فعالياتنا فقط معاهم و سوينا شد الحبل و سوينا ننقل الماء خليتهم يشاركوا ننقلون الماء و كانت تشوّلهم مثل ورشة تثقيفية كيفية الدفاع عن نفس جميل يوم يابولهم قالوا كيف نحن نتعلم كاراتي كان يقولهم أبسط شيء إذا كنت أنت في سفر و تعرضت إلى الاعتداء كيف تنقذين شنطت التي فيها هي أهم شيء الفلوس و الأشياء الأساسية لجوازها نعم فعلمهم على حركات القبضة كيف تكون كيف تدافع عنها في السر قال أبسط شيء أبسطي عمرت ترى سهل أن تنشلين بس عقي عمرت أرخي جسمي صعب أن المعتدي صعب يشلت أو يشل عمرت أو يشل شنطة و يهدت و يشرن و غير أنه كان فيه بعد ركن للير فشاركناه كالكلم يعني لو هنتين ثلاث شاركوا فها يكون دافع للبقية أكيد فأنا قلت لهم لا يقف العمرت عائقا نعم نستطيع هذه الجملة رددهم أنتوا مبوسيني بالعكس أنتوا صبايا أنتوا ترمون نعم نستطيع فهذا يحفزهم و شجعهم أنهم يشاركون في كل المبادرات جميل كبار سنة و عماء هناك صعوبة في إقناعهم إذا لم يكنوا مقتنعين في شيء فكيف تقنعونهم الخوض في كل هذه التجارب الرياضية التقافية و غيرها من التجارب طبعا نرى أنه عندي الأعمار مختلفة من ستين و طالعا و بدأوا أقل عن ستين يبقوا يشاردوا معنا لكن أنا اللي أقول أنا عندي في ناس مبادرين عندهم مروح الشباب موجودة و في ناس اللي وصلوا و مرحلة أنا كبيرة و ما أقدر فما أقول ما تقدر خليها في البيت لا تعالي شوفي شو ما نسوي على الأقل شاركينا لو وجودك لا تعالي ما ترومين ما ترومين تعالي معنا و شوفي في يومتي تشوف الورشة أول فعالية يعيبها ثاني مرة تقول بيوا ياكم لكن لا بشارك أقول ما مشكلة أول مرة تعالي تعالي بالحنة ثاني مرة تقول خلاص أنا بيوا ياكم مرة على مرة تشوفها هي تروحها تبادر بالتدرج بالتدرج على الفكرة بعدين المسنين الذي عندي تم تشكيل فريق الخير و البركة اللي هم فريق تطوعي من فئة كبار السن ما شاء الله عندي تكرمت ثم مي فاطمة أكبر متطوع في دولة الإمارات و أكرمها صاحب بسمه شيخ محمد نزايد الله يطور كمرها و شيخ محمد راشد تكرمه و هذه فريق تطوعي كنا في رمضان نوزع فطور سبحان الله نعرفها ثم مي فاطمة أكبر متطوع و وصل اسمها للشيخ و أكرمت فأنا أقول لهم تشكوا يومي فاطمة أكبركم أنتم لا تستطيعون فقال تشكل فريق تطوعي رسمي شاركنا في التتاحد إقتزبير في يوم التشجير فشاره و زرعه و شوهم ما شاء الله عليهم أنا سنوما هذا النادي تشعر أنه غير فيهم أكثر فيهم لدينا برامج لدينا برامج اندمجوا أكثر في المجتمع بعيدا عن يلسة البيت ليس محتاجة شي يعني اللي نرجع و نقول لهم لديهم بيوتهم و عاشين بكرامتهم ليس محتاجة شي نعم لكن مجرد أنهم يسون في عزلة اللحفات في المدارس العيال في الدومات فيهم منهم عيالهم ينزلون الويكند في نوع من الفضاوي يكون عندهم طبعا ما قلت لك ما قلت استغلال قلت لك استثمار وقتهم هذا الوقت يستثمرون في العلاج الطبيعي في برامج الدينية تحفيظ في البرامج المجتمعية ترى هذا جزء من المجتمع و جزء مهم من المجتمع صحيح فإن شاء الله الله يقدرنا نحن نقدر نكمل و نقدر نعطي أكثر لماذا؟ لأن كبير السن في أحساسة يعني لازم يتعامل بتكنيك وتقنية يعني بسياسة نقول ممكن كلمة زعلة نعم ممكن كلمة فرحة ممكن هو ما يبق بس عشان أنت طيب معاه و يحس أن أنت فيه قبول و فيه أريحية يتقبل الأمر يسوي لي أنت تتباه حتى لو تقول مثلا تقول لك أنا لا أريد أنا لا أريد خاصة لا أخذ عني فإذا تجبرة أنت تشعر أنت أنت تزعلها و تضايجة خلوه على حتى بالقناع بالسياسة و تشفى و حتى تندمج أقول له مثل الطفل الذي يجب أن يباله مثل مكت سياسة يباله مدارة لأنك لا تعرف الظروف التي مر فيها صحيح فإن كنا ننزل منه فهل يجب أن نحن نحن أكيد و تكلم عن إقبال كبار السن لنادي الأصالة لأستاذة سمية قبل يعني هل يوجد عدد كبير من كبار السن أجدكم طبعا قبل كان نحن من الشروط الذي يجب أن يكون في ناد الشرط الأساسي القبول أنا لا أستطيع أن أعلمك غصب لا أستطيع أن أعلمك غصب لأن في النهاية الرغبة يجب أن تكون وجودة لدى كبير السن نعم ما كان يستوي قبل مثلا كانوا عندي أربعة خمسة تسعة كحد أقصى نعم هذين الناس عاشوا يونا و شافوا اللي نحن قدمه فنقلوا ثقافة هاي للمجتمع عرصت أين سايرت أنا لا 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 ما بيكم اليوم أنا عندي نادي عندي مركز باشا بسير المركز شو المركز هذا ترى عندي وعندي عندي الفترة الأخيرة شوف كل وحدة ساحبت لي ويارتها وربيعتها وغيرنا البرامج اللي نحن قدمها تطلع على السوشيال ميديا فالناس بدأ عندهم يشوفون ترى نادي الأصالة حب الظهور خلنا نقول قبل قلت لك أنا مساعة في الاستراحة قلت لك كدنا أنا كانت عندي وحدة من الأموات كانت كلها تلبس برقاحة و تيرس ويانا نحن كدنا حريب و تيرس و ما تتكلم أبدا و ما تتكلم نهائيا و إذا قلنا لها شي لا شكرني زاكم الله خير تحس نوع من الخجل فيها خجولة و تحس أنها لا تبقى تكلف علينا حتى لا أمي أنا بروحي بيب فالحين ما شاء الله عليها يقولون يلا أمي يرمسي هي ممكن تعطيك روحها تعطيك محاضرة ما شاء الله تعطيك محاضرة في السنع يما أقول لأمي أبا وحدة تشارك اليوم عندنا في عارف المدرسة منه تطلع أول وحدة من باجرة غير الأموات الباجين اللي قبل كان يستحون أن يظهرون في التلفزيون حتى لو بدل أقاصح يستحون الآن هناك قابلية و تقول لأمي أبا وحدة أمي جاء صورتي في الجريدة قال لي كثيرا أن أمي أبا وحدة فأنت تصور ليس لكأنها ستغطي مثلا مهمة أو دور حق المؤسسة لا تصور لكأنها تشعر أن عيالها فخورية فيها في ظهورها صحيح فهذا أبا وحدة تعزز تغير مفهوم كبير السن نوعا ما نعم يقول لهذا المنطوائي اللي يقول لا أنا ما لاش يوديني لا نحن نذهب و يبادرون و نقول لك يا أهل ما شاء الله طلباتنا كل شهر يوم يكون في عدنا اجتماع لدينا تلبيت و الطلبات نادي الأصالة نادي الأصالة طالبتي ما شاء الله ما شاء ممكن أقول ما براي خليوا خيزدون براي في النهاية ترى الفكرة وصلت للجميع في مكان ممكن يهتم بأمك و أبوك في حال انشغالك في مكان ممكن يستثمر وقتهم يقلل تعرضهم للإكتاب و يقلل تعرضهم للأمراض النفسية و الصحية حتى يكون جانب ترفيه لهم في وقت يكون فراغهم نعم نحن قلت لك من البرامج اللي عندنا حتى نحن كل الأمر يعني سفر نسفرهم من البرامج اللي عندنا اللي هو سفر خارج الدولة في الدولة في الإمارة نفسة أو متاحف غير نقولك والله بس متحف بس لا متاحف عندك في فعاليات كثيرة يعني نعم قلت لك نشارك المتاحة القرية عالمية ما شاء الله كل مكان صاروا يعني أنا فيها ممكن أنا ما صرتهم صاروها ما شاء الله ما مقصرين فيه مجهد لا حد السؤال الأخير كيف يتم الانتساب لهذا النادي فيه شروط معينة للانتساب من قبل كبار سن لنادي الأصالة نعم الشروط الأساسية إذا أوراق التبوتية تكون موجودة عنده زائد تقرير الطبي أنا قلت لك أنا نحنادي الأصالة جزء منه في علاج طبيعي صحيح الانتساب و لازم يكون خالي من الأمراض يعني هاي شروط حتى لو مثلا عنده مرض مزمن ممكن يراعى في بعض الحالات المزمن الضغط والسكر هذا نحنا يوميا عندنا الطاقة من الطبي موجود نعم نحنا لنا قلت لك نحنا نحافظ على سلامة المسن من جميع الراحي نعم سواء نفسيا نقدم لحتى برامج نفسية و نطلع من الأكتاب أو الحكرة اللي هو كان فيها أن الفحص الدوري الضغط والسكر هذا لازم موجود عندنا العلاج الطبيعي عندنا عيادة العلاج الطبيعي عندنا بعد له العياد المتنقلة للعلاج الطبيعي هذين الناس مثلا يوميون سجلون قبل كان يكون خدمة رعاية منزلية الآن لا نادي أصلا عندنا عندي طلبات نادي أصلا عندنا طلبات ما شاء الله قبالة كبيرة قبالة كبيرة حتى نقول لهم يعني ممكن المكان ما يكفي طاقة يعني طاقة الاستيعابي للمكان ما تستطيع لكن في النهاية مدام المسن مرتاح ما نقول لا مرد حد عياكم الله جميل طبعا في الأخير نشكرت على حضورة الأستاذة سمية سيفي الشامسي والله يقويكم على خدمة كبار السن ويعطيكم ألف عافية على الخدمات التي تقدمونها لكبار السن كبير السن قلت لك هذه أمانة نحن لازم نرعاه ونجاب له أنا قلت لهم أنا فقدت أم أبوي فهذه فرصة أني أنا أعوض أني لم أقدمت أم أبوي فيهم فالله يقدرنا إن شاء الله آمين الله يقويكم إن شاء الله